نرحب بكم أعزائينا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيللومير والبداية مع العنوين البابا فرانسيس يصلي من أجل لبنان والأرض المقدسة والشرق الأوسط جلالة الملك يدعو لضرورة التوصل إلى تهديئة شاملة في الشرق الأوسط وتجنب توسع الصراع أساقفة العالم يطالبون اللجة الأولمبية باعتذار رسميا عن حفل الافتتاح رأية قلب يسوع الأقدس في ناور تحتفل بمئوية تأسيسها وفيها أيضا عيد التجلي الإلهي في حلقة جديدة من برنامج صباح كومنور من العنوين إلى التفاصيل عقب تلاوته صلاة التبشير الملائكي أعرب قداسة البابا فرانسيس عن قلقه إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط من حروب وضحايا خاصة الأطفال الأبرياء داعيا بأن لا يتوسع النزاع والعنف بشكل أكبر معربا عن قربي من المتضررين في الأرض المقدسة ولبنان وشدد قداسته على ضرورة التحلي بالشجاعة للعودة إلى الحوار من أجل وقف فوريا لإطلاق النار في غزة وعلى كل الجبهات ولإطلاق صراح الرهائن وإغاثة الفلسطينيين في غزة من خلال المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن عمليات القتل لا يمكنها أبدا أن تكون حلا ولا تساعد على السير على درب العدالة والسلام بل تولد المزيد من الكراهية والرغبة في الانتقام فلا نخنقن كلمة السلام بل لنجعلها لتكون مستقبل الأرض المقدسة والشرق الأوسط والعالم كله ووجه الحبر العظم نداء إلى جميع الأطراف من أجل تفادي العنف بأي من أشكاله وحل الخلافات بالحوار والاهتمام بالخير الحقيقي للشعب لا بالمصالح الخاصة دع جلالة الملك عبد الله الثاني إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى وأكد جلالته على أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية أحدية الجانب محذرا من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم وشدد جلالته على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائما لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع لافتا إلى استمرار الأردني بتقديم المساعدات الإغاثية بشطة طرق المتاحة وأعاد جلالة الملك التأكيدة على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسيا يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس رعية قلب يسوع الأقدس في نعور جنوب غرب عمان ترأس غبطة الكاردينال بير باتيسة باتسابالة بطريرك القدس للاتين قداسا احتفاليا دعا إليه كهن الرعية الأب بشير بدر والرهبات والفعاليات الرعوية وفي كلمته حي غبطة الكاردينال الجهود التي بذلت على مدار مئة عام في البلدة والرعية كجزء من التاريخ الأردني الطويل في العيش المشترك وقال إن ذلك لم يكن لولا رعاية الهاشميين الذين وضعوا من اليوم الأول لتأسيس الإمارة ومن ثم المملكة نصبى أعينهم أن يكون الأردن بمثابة أسرة واحدة متناغمة ومتحبة وخلال الاحتفال ألقى كل من متصرف نعور ورئيس البلدية والقص بشار النعمات كلمات ترحيبية تحدثوا فيها عن حالة الوئام والعيش المشترك الذي تشهده بلدة نعور كصورة حية ومصغرة عن الأردن الكبير وكان في استقبال غبطة الكاردنال بات سبالة لدى وصوله إلى ساحة البلدية قادما من القدس متصرف نعور الدكتور محمد الحسامي والبطريارك السابق فؤاد طوال والقائم بأعمال النائب البطرياركي للاتين في الأردن الأب جهاد الشويحات وعدد من المطارنة والكهنة والرهيبات وشخصيات دينية ورسمية وشعبية فقناه صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين في أفكار قدق بهم حق المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين دعا كرادلة وأساقفة كاثوليك من مختلف أنحاء العالم اللجنة الأولمبية في فاريس إلى الاعتذار عن الصور المشوهة للعشاء الأخير متعهدين بيوم من الصلاة والصوم تكفيرا عن هذا التجديف وحذر الأساقفة من أن هذا العرض الذي شاهده العالم يهدد الناس من جميع الأديان ومن لا دين لهم لأنه يفتح الباب أمام أولئك الذين يملكون السلطة لفعل ما يشاءون تجاه الناس الذين لا يحبونهم وكان حفل افتتاح الأولمبياد قد أثار غضبا عالميا بسبب مشاهد تضمنت رقصات استعراضية لمجموعة من الأشخاص فيما وصفه كثيرون بأنه سخرية من العشاء الأخير وقال الأساقفة أن أي اعتذار حقيقي يجب أن يتضمن اعترافا بالخطأ وكان مجلس كنائس الشرق الأوسط قد وجه رسالة شديدة لهجة لإدارة الأولمبياد في فرنسا تتضمن رفضا قاطعا وصريحا لبثها مشاهد مسيئة لأهم وأقدس الأحداث في الدين المسيحي احتفالا بعيد النبي إليا ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذوكس قداسا إلهيا في موقع تلمار الياس الأثري وفي عضته قال سيادته إنها بركة عظيمة أن نكون في هذا المكان المقدس الذي كان يعج بالحياة الرهبنية في القرنين الرابع والخامس الميلادي تلك الفترة التي تعتبر جزءا من هوية بلادنا المقدسة التي شهدت وتشهد إلى اليوم التنازل الإلهي لأجل خلاص البشر وأشار سيادته إلى أن النبي إليا أرسل لنا مع جميع أنبياء العهد القديم وشفيع الأردن يحن المعمدان وقديسي العهد الجديد كي نهتم بخلاص نفوسنا وخلال الاحتفال الذي شاركت به السفارة اليونانية بعمان بحضور جمع كبير من المؤمنين من مختلف محافظات المملكة شكر سيادته جميع المؤسسات الأردنية القائمة على عناية هذا المكان ووزارة الثقافة اليونانية التي ساهمت بترميم هذا الموقع المقدس وقد رفع سيادته الصلاة من أجل السلام في المنطقة والعالم أجمع من أمام كنيسة العذراء الناصرية بمنطقة صوفية بعمان ارتفعت صلوات المؤمنين للسيدة مريم العذراء واضعين كل أمالهم وطلباتهم وحياتهم بين يديها حيث تل المسبح الوردية قدس الأب أنطون هرمات وسط حضور مميز من مؤمنين الرعية والمناطق المجاورة وخلال الصلاة ووسط وقفات تأملية تتغنى بالأم البتول أكد الأب أنطون أن صلاة الوردية ليست حصرا على فترة زمنية معينة بل هي في كل يوم على مدار العام ضمن الفعاليات الصيفية للمجموعة الكشفية لمطرانية الروم الكاثوليك أم السماق أقيم في دار المطرانية مخيم صيفي بعنوان يسوع بحبن عشرة شارك في فعاليات المخيم الذي استمر ثلاثة دارية مئة وستون طفلا وكشاف من أبناء الرعية مارسوا خلالها نشاطات روحية وترفيهية وفقرات متعددة اجتماعية ودينية من الكتاب المقدس قدمها عدد من الأباء الكهنة واختتم المخيم بقداس إلهي ترأسه الأب الإرشمندريت الدكتور بسام شحتيت رئيس محكمة البداية للروم الكاثوليك بمشاركة الأب القاضي وليد الديك من لبنان في سياق متصل وببركة قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش اختتم مخيم مشيني على هواك فعالياته في بلدة شطنة شمال المملكة بمشاركة عدد كبير من أبناء الرعية حيث تخلل المخيم العديد من النشاطات الترفيهية والمائية ومحاضرات ومصابقات روحية وفقرات متعددة وقد رأس الأب ثيوذور السويس قداسا إلهيا بمشاركة الخدام والمخدومين كما أقيمت حفلة سمر اجتملت على فقرات متنوعة في جو ساده الألفة والمتعة انتلق خلال الأيام الماضي في عمان مخيم الشباب التطوعي وذلك بالتعاون والتنصيق مع جمعية لال الحرب الإيطالية حيث تعقد هذه المخيمات سنويا في المملكة بهدف تبادل الخبرات مع الشباب الأردنيين وتعزيز العمل الاجتماعي والتطوعي من خلال العمل الميداني مع المحتاجين واللاجئين في الأردن ويشارك في المخيم لهذا العام الذي يعقد حتى السابع عشر من الشهر الجاري في رعية دير اللاتين الهاشم الشمالي عشرون شابا وشابة قادمين من إيطاليا حيث يشاركون بالعديد من الأنشطة منها الزيارات الميدانية والعمل مع اللاجئين ومساندة نشاطات الرعية وبالأخص مخيمات الأطفال الصيفية والجدير بالذكر أن إقامة هذه المخيمات تأتي انطلاقا من رسالة كريتاس الأردن بأهمية عمل الشباب في الأنشطة التطوعية وتقديم رسالتها للتضامن والخدمة عبر تبادل الخبرات التطوعية والاجتماعية والثقافية تعتبر كنيسة قلب يسوع الأقدس في بيت لحم واحدة من الكنائس القديمة في الأرض المقدسة حيث تمتاز بوجود ستة مذابح وبداخلها دير يضم متحفا يحوي على أكثر من مئتي تمثال لمشهد الميلاد تمثل قصصا لما قبل الميلاد وبعده إضافة إلى وجود العديد من المغارات داخل الدير كاميرا نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي زارت كاميرا نورسات كنيسة قلب يسوع الأقدس ومتحف المهد الدولي والتقينا بالأب لورنسو رئيس الدير ليشرح لنا عن أهمية وتاريخ الكنيسة والمتحف نحن موجودين في كنيسة سريزيان لقلب يسوع الأقدس هذه الكنيسة موجودة في قلب مدينة بيت لحم في القسم الشمالي لكن هي جزء أساسي من هذه المدينة فهذه الكنيسة التي تحمل اسم قلب يسوع الأقدس التابعة للأسرة الثالثية تقع في قلب مدينة بيت لحم وتمتاز بوجود ستة مذابح ورسومات معبرة وتمثال كبير للمسيح له المجد يعلو الكنيسة وبابها الخشبي المميز ومدخلها ومكانها وموقعها وأيضا وجود قبر مؤسس دير الرهبنة في داخل الكنيسة بنيت هذه الكنيسة في احتفال 25 سنة لتأسيس دير الرهبنة في بيت لحم يعني في السنين آخر 1180-1290 يعني بلش البناية في 1186 وانتمت بناء الكنيسة في 1292 من هنا تنطلق مسيرة ودورة قلب يسوع الأقدس السنوية والتي تجوب المدينة بحضور الألاف الأب أنتون بن لوني كان أستاذ في معهد الكليكي في بيجالة خلال شغله مع طلاب اكتشف أنه كان فيه تير يتامة في منطقة بيت لحم عشانك بلش يعني يتام فيهم وطبعا عشان ما كانش في عنده محل في داخل السمينير داخل الكنيسة فتح هذا الميتم في بيت لحم قبره أي موجودون وتوفى في سنة 1903 بين الشروط اللي يحط الباب السامي في بناء هذه الكنيسة في شرط بيقول ممنوع يكون الكنيسة عند مدخل على الشارع الرئيسي عشانك ما في أنه مدخل من الشارع الرئيسي ندخل من الشارع في نزي غرفة لاستكبال وبعدها في الكنيسة وفي نفس الدائر يوجد مطحف المهد الدولي حيث تجولنا بين الأروقة القديمة لهذا المطحف الذي يحتوي على أكثر من مئتي تمثال لمشهد الميلاد ومن ضمنها أجمل المغر القادمة من كل دول العالم بمختلف الأشكال والأحجام وتمثل أيضا قصة سامة قبل الميلاد والميلاد وقتل الأطفال والأعجيب والمعمودية والكثير من مراحل حياتي يسوع له المجد نحن موجودين في المطحف الميلادي الدولي الموجود قريب لكريسي سريزيان هذا المطحف بلش يفتح أبوابه من سنة 2000 وبمثل تكريبا كل أنواع التمثيل الميلادية من كل العالم من حوالي 200 دولة وهذه المغر الميلادية تعرض في هذا المكان الملاصق من الكنيسة ويعمل على إعادة تذكار عظمة الميلاد لدى الزائرين فهو ينقل رسالة السلام والأخوة العالمية حيث يزوره المؤمنون ليلمسوا الرونق وفن التصميم وإبداعات الفنانين في بناء هذه المغر القادمة من كل دول العالم للنرسات مارلن الحدوى من كنيسة قلب سوع الأقدس ومتحف المهد الدولي بيت لحم أنهى مهندسون معماريون وأمناء متاحف أعمال ترميما في متحف الأرض المقدس الأثري في البلدة القديمة بالقدس حيث أضافوا خلال عملهم قطعا جديدة في بعض الغرف بما في ذلك فسيفساء المجمع البيزنطي في قانا وبعض الفسيفساء في الغرف المخصصة لكنيسة بكاء الرب وفي غرفة القرب المقدس تم تركيب عناصر رخامية مأخوذة من قبور الملوك الصليبيين كما تم تجهيز الغرف المخصصة لمزاري جبل طبور والجسمانية والتي ستشهد هذا العام احتفالا بالذكرى المئوية الأولى على تكريسها وفي الطابق العلوي من المتحف تم الانتهاء من جزء المعرض المخصص للمجموعات الأثرية والذي يمثل جزء الأخير من مسيرة إنشاء هذا المتحف وتظهر الاكتشافات أن الناس كانوا مقيمين في هذه المنطقة حوالي القرن الأول الميلادي وتحديدا في بستان الزيتون بالقدس رعى وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند بيضين فعليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي من أجل السلام وكرامة الإنسان الذي عقد بعمان وفي جلسة الافتتاح لفت راعي الحفل في كلمته إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد سلاحا معرفيا مهما في توليد المعلومات وفي تسهيل حصول الباحثين على بيانات تساعدهم في خدمة مجتمعاتهم وكيفية إيجاد أبحاث تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنمية المجتمعات وعقدات خلال المؤتمر جلستان جاءت الأولى بعنوان كيف وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي أما الجلسة الثانية فقد تناولت عدة محاضرات منها الذكاء الاصطناعي والسلام تم خلالها تقديم فقراءة في رسائل قداسة البابا للسلام والإعلام فيما تناولت محاضرة أخرى التربية الإعلامية فيما يخص الأخبار الزائفة باستخدام الذكاء الاصطناعي وحضر المؤتمر فارس القبر المقدس السيد مجد بدر وعدد من الأباء الكهنة والقضاة ومجموعة من الشخصيات الأدبية والثقافية والإعلامية استقبال البابا تواضر الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذوكس الهيئة العامة للأخويات البريمية في الأردن ممثلة بالمرشد الروحي الأب إبراهيم نفع وخلال اللقاء قدم قداسة البابا شرحاً وافياً عن مسيرة العائلة المقدسة في مصر التاريخ والحضارة في حين قدم الأب نفع لمحة عن عمل الهيئة ودورها في خدمة الرعاية وفي نهاية اللقاء أعطى قداسة البابا البركة للحضرين وهدايا تذكارية وخلال الزيارة التقى الوفد الأردني بالأب فرانسيس مراد راعي كتدرائية مريم سيدة الرسل والأب عمانوئيل صبحي المرشد الروحي للأخويات المريميات في مصر وتخللت اللقاءات تقديم نبذة تاريخية متبادلة بين الأخويات بالإضافة إلى تحديد بعض التواريخ لتبادل الزيارات بين البلدين للاحتفال بالمناسبات المريمية المشتركة صرح رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني بأن الإيزيديين في العراق تعرضوا إلى وحشية غير مسبوقة بعد أن استهدف تنظيم داعش الإرهاب النساء والأطفال لتحدث بعدها جريمة السبيل التي مثلت مشهدا غابت عنه المرؤة والإنسانية والأخلاق وقال السوداني خلال حفل الاستذكار الذي أقيم في بغداد بمناسبة مرور عشرة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين وباقي المكونات العراقية إن اشتياح قرى وبلدات أبناء شعبنا الإيزيديين في محافظة نينوى كشف المؤامرة التي استهدفت التنوع والتعايش السلمي للعراقيين جميعا شارك في الحفل غبطة البطريارك الكاردنال لويس روفئيل ساكو وممثلوا المؤسسات الحكومية ورجال الدين وبعض الوزراء والنواب والبعثات الدبلوماسية وجمع حاشد من المواطنين العراقيين وأبناء الرعاية من مختلف الكنائس ترأس قدس الأب جهد الشويحات القائمة بعمل النائب البطرياركي للاتين في الأردن قداسا إلهيا أقامته كلية دولا سال الفرير في عمان لراحة نفس الأخر فائيل جون زالس المدير السابق لمدارس الفرير في فلسطين والأردن وشارك في القداس عددون من الكهنة والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين والكوادر الإدارية والتعليمية الحالية والسابقة للكلية إلى جانب مدراء المدارس المسيحية في المملكة وجمع غفيرا من المؤمنين وبعد القداس ألقيت كلمات تأبينية أشادت بمناقب الفقيد وحياته الرهبانية التي امتدت لسبعين عاما كرس خلالها الأخر فائيل جهوده في خدمة المدارس والكنيسة والمجتمع قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة مميزة بعنوان عيد التجلي الإلهي حيث استضاف البرنامج الأب الدكتور حنك الداني رعي كليسة العذراء الناصرية الصوفية الذي تحدث عن الزمان ومكان التجلي الذي حدث على الأغلب على جبل طبور في فلسطين حيث أظهر فيه السيد المسيح مجده لتلاميذه ليؤكد لهم أنه هو الرب والمخلص وليثبت إيمانهم حين يروا ألامه وموته فإلى هناك في محادثة التجلي أبونا تقدر أنك توصف لنا إياها بأحداثها ودالما حوادث أو الرسائم برجها وسوء دائما تكون من الجبال أنه كان جبل سينة تعهد الأديم أو جبل ريب أو جبل طبور أو جبل الزيتون أو جبل طفنباد أو داما تجلي الجبال فبرضه تماما موضوع الجبال هل هو أي معاني فأصر حبي نقولها أو وصلنا يا سيد المسيح أعتقد في البداية أريد أن أحضر المشاهدين المكان والزمان نعم لو ما أن تحديد المكان والزمان حتى أنا على ما نعرف أين نحن في العهد الجديد في أي مكان مروقي يقول بعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام نعم ما يعني بعد هذا الكلام أنا في حادث في نقطة ما يقيس منها مروقي يقول بعد ثمان أيام وفي بعض الأهدف يجيسد أيام نعم 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 ستة أيام لماذا؟ لأنه النص الإنجلي نص الكتاب المقدس ومحمل الله لا ولكنه إيحاء ذكي وتفاعلي ترك للأنبياء في العهد القديم والروسي في العهد الجديد حرية التعبير وحرية التقدير لا فمتى ومرقص عندما بشروا علنوا كلام الله للبشرية متى قدر أنه ستة أيام مه ولقى قدر أنه ثمانت أيام ثمانت أيام وهذا يؤكد على بلاذة وصحة الأنجيل وحرية الرسل في استيار المفردات والتقديرات فإذن هو وحي ثكي تفاعلي مع قدرات الإنسان وثقات الإنسان هذا محبث تم بعد لقاء المسيح مع الرسل في كيثريتنا نعم وسألهم ما أنا في حدي قول الناس نعم قالوا يقول الناس أنت إلي يا وأرمي أوحد الأنبياء ثم أعلن بوحي من الروح الكدس ووحي من الله ماربوتوس قال أنت نبسيها بالله نعم ماربوتوس بعد هذه الحادثة كيثريت في الكدس وقعت حادثة التجلي على جبان طابور قال لأغلب المصادر القديمة في شوية إجماعة في المصادر القديمة من الكنديس كريلوس الغرشانيمي في مقام الرابع الكنيسة الجينوس الكنيسة يقول أنه جبال طابور الوحيد يقول أنه جبال الشيح هو أزيبيوسو كيسر نعم هو الوحيد ولكنه فيه شبه إجماعة في المصادر المسيحية القديمة وعجال المسيحية القديمة أنه فيه جبال طابور وهو فيه ساة المرجع بن عام نعم الكرب من الناصرة والأثرات القديمة الموجودة هناك بدأ أنه القمع الرابع والخامس البنادي والخامس السادس رفع أصله بهذات ما كان فيه إمكاني من المتناس فيه طبيعة وبساطة بطرس يعني شاف أنه هذا لإليا وصل مبسوط كان بهذا المنظر بهذا البحاء اللي تجنب يسوع المسيح فما بده كان ينتهي فقال له أنه خلينا نعمل خيمة ثانمائنا وثاملنا منصب وثاملنا اللي يوأعرضوا عمكتوا هون ونظلنا هون قاعدين يعني نعم وأراد أنه هذا المنظر ما ينتهي ويظلهم هناك تهر صوتا من الغمام قبل الصوت نعم أعرف الأمنيات قبل الصوت هذه الأمنيات أمنيات بطرس أن يبني ثلاثة خيام نعم يعني نعم نعم ونحن ننظر إليكم وننتمتع بالمجد الأبدي أنه كانوا ينظروا إلى السنعة وكانهم ينظروا إلى السنعة نعم نعم حيث أن أمنيات إلى حد ما نعم نفتها تمت تمت نعم أنتوني بارلوسي أنتوني بارلوسي أنتوني بارلوسي معروف من الأمارية المشهرين في العالم بأن الكنيسة بثلاث سقون نعم صح نظن الأيمن هو كراموسا نوسا الأيثر دائلية نعم وفي فساة فساة لأنهم وفي وسط فساة فساة تجلية نعم إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل ختام هذا تذكيراً بأبرز ما جاء فيها البابا فرنسيس يصلي من أجل لبنان والأرض المقدسة والشرق الأوسط جلالة الملك يدعو لضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في الشرق الأوسط وتجنب توسع الصراع أساقفة العالم يطالبون اللجة الأولمبية باعتذار رسمياً عن حفل الافتتاح رأية قلب يسوع الأقدس في ناور تحتفل بمئوية تأسيسها للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورساتجو.org طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر